كريستين جروس المدير فاني السويسري السابق لنادي الزمالك والحالي لنادي أهل جدى السعودي حرص على الذهاب في الفندوق الإقامة الخاص بفريق الاتحاد السكنداري في السعودية ورحب أعضاء بعثة الفريق وبتواجد الفريق السكنداري في السعودية استعدادا لمواجهة المحرق البحريني في إطار مبالاة دور 16 من البطولة العربية كاس محمد السادس للأندي الأبطال 2019-2020 ودي طبعا صور لكريستين جروس مع كابتن طلعت يوسف وكابتن محمد إبراهيم ومجموعة من نجوم الاتحاد السكنداري